وعلى همشي أعمال الجمعية العمى أيضا تم عقد الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص بمشاركة وزير الكاريجية سامح شكري ونظيري اليوناني والقبرصية تناول اللقاء مسجدات القضايا الإقليمية خاصة في شرق وجنوب المتوسط وفي مقدمتها الأزمة الليبية والجهود المصرية لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية حيث اتفق الوزراء على أهمية مواصلة التنصيق الوثيق في مختلف المحافل الدولية والإقليمية فيما يتعلق بالمواقف إزاء هذه التطورات كما شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات التنظيمية والموضوعية لاستضافة مصر قب 27 والتأكيد على أهمية خروج المؤتمر بنتائج وتوافقات تعزز العمل المناخي الدولية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي يواجهها العالم لاسيما في مجالي الطاقة والغداء